قانونية مجالس المحافظات الحالية وشرعية قراراتها باتت محل جدل عقب قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المزمع تنظيمها في نهاية الشهر الماضي إلى أيلول المقبل ففي الوقت الذي يرى فيه نواب أنها أصبحت فاقدة للشرعية يرى آخرون عكس ذلك وأن القانون يمنحها الحق بممارسة أعمالها حتى إجراء الانتخابات وهذا الرأي يؤيده خبراء في القانون والانتخابات لا يزال القانون رقم 36 نافذ صحيح هناك مسودة مشروع قانون أصدرها مجلس الوزراء والآن هي لدى البرلمان وقراء القراءة الأولى بتعديل هذا القانون لكن هذا القانون لا يزال لم يصوت عليه فالقانون النافذ هو الذي ينظم عملية مجالس المحافظات وفي حال تأجيلها تستمر بإداء واجباتها لحين انتخاب مجلس محافظة جديدة المصالح الحزبية والطائفية والتنافس بين الكتل يعرقل التصويت على الكثير من القوانين منها قانون انتخابات مجالس المحافظات وبعض الكتل تسعى لتأجيلها ودمجها مع انتخابات مجلس النواب بحسب برلمانيين هناك توجه داخل بعض الكتل السياسية الشيعية لتأجيل الانتخابات انتخابات مجالس المحافظة ودمجها مع مجلس النواب وإذا صارت الانتخابات ويبقى خيار دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية هو الأقوى بسبب استمرار الجدل بشأن مفوضية الانتخابات وقانونها فضلا عن قانون الانتخابات نفسه وهذا الخيار أكده رئيس مجلس محافظة بغداد نقلا عن رئيس الحكومة حيدر لعبادي رئيس الوزراء من قبل أسبوعين في جلسة الهيئة التنسيقية بلغنا أنه الانتخابات مجالس المحافظات الأغلب ستؤجل وتجمز مع انتخابات مجلس النواب لعام 2018 لكن هذا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء علي أن يصدر قرار بتأجيل الانتخابات حتى تنطبق علينا المادة 46 من بغداد وليد الشيخ الحرة